طيب قبل ما اروح للمداخلة اللي معايا خليني اقولك بدر بنون بالنسبة كبيرة خلاص موضوع بيخلص في قطر القطر اتنين ونصف مليون يورو ولا دولار يا شباب فكروني دولار اتنين ونصف مليون دولار وقبل كمان ليه الزيادة في امور ليه علاقة باليعني الحوافز الزيادة يعني الحوافز الزيادة اعتقد هتفرق برضو كمان 500 الف دولار بدر من اللعيبة المميزة جدا 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 بس على ما يبدو انه ده قرار الاهلي الاهلي وهو بياخد قرار زي ده بقول انه اكيد متأكد انه محتاج يعوض بدر بنون واكيد الناس كلها شايفة انه النادي الاهلي بقى بعد اصابة عبد المنعم وشوية حاجات كده واضحة انه عنده مشكلة دفاعية عنده مشكلة دفاعية بينها واضحة يعني فاكيد هيبقى فيه تدعمات لانه اصلا في وجود بدر بنون الاهلي كان محتاج فاكيد هيبقى فيه تدعمات وتدعمات قوى جدا تنفع مع اللي الاهلي بيفكر فيه واللي الراجل عايزه من لعيب الكورة كورتها عالية يبتدي هجمات صح تزبط الاداء ده مهم جدا جدا فلانه مشان بدر بنون صعب جدا جدا بالنسبة انه اللي هيسيب فراغ فهل هم يجيبوا مكانوا حد اكيد يعني اكيد الاهلي بتحرك في ده ترجمة نانسي قنقر